في منطقة ينام أهلها على بحيرة من النفط لكنهم لم ينعموا بأي خيرات أو خدمات ذاك هو حال أهالي منطقة لبنت بارشيد التابع لوادي دوعا بحضر موت اليوم وبعد عقود من الاستقلال المنطقة التي يمكن أن تعتبر بحق عاصمة الهضبة الجنوبية بحضر موت بأكبر كثافة سكانية تتخطى العشرين ألف نسمة لكنها تعيش عزلة حقيقية وغير مفهومة تعيش البلاد حالة من التهميش حالة من العزلة في مجال التعليم في مجال الطرقات في مجال الصحة في مجال الصرف الصحي أيضا مجال اتصالات البلاد معزولة منفصلة عن العالم بشكل كامل بسبب عدم وجود للاتصالات سنة الحياة هي التطور لكن في لبنت بارشيد تجد العكس فإلى الآن لازلت النساء الحوامل لا يجدن اختصاصية ولا مشفى ولا رعاية تقدم لهن وليس أمامهن إلا طريقا وعرة يصارعن فيها بين الحياة التي ستهب والموت الذي يحوم والمفارقة أن المنطقة كانت طريقا مهما وحيويا وحيدا يربط بين الساحل والوادي فقد كانت قبيل الاستقلال في عصر السلطنات ممر رئيسيا بين الساحل والوادي قد تكون مشكلة الطريق تشكل معاناة حقيقية لكن ليست وحدها هي التي يكابدها أبناء لبنت بارشيد بل هي امتداد لسيل من الحرمان والتهميش رغم أن المنطقة بكثافتها وكثرة سكانها تعد الأكبر من كل المناطق حولها فمدرستها التي تأسست منذ عام 62 هي أكبر مدارس مديريات وادي دوعا عددا لكن اليوم لا ثنوية بها إلى اليوم لم يصل أي طريق معبدا للمنطقة وبذلك عانت المنطقة بسبب عدم وصلها بالمديريات المنطقة والمحافظة من انعدام البنية التحتية فيها بشكل كامل في كافة الجوانب جانب التعليم جانب الصحة جانب الخدمات جانب الاتصالات فكلها تكاد تكون معدومة بل لا توجد إطلاقا ولا أمل إلى اليوم في أن يجد الناس بعض هذه الخدمات تصل إلى المنطقة أهالي لبنة بارشيد طرقوا كل الأبواب وعاصروا كل المراحل وهم في أمس الحاجة إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم ولائقة